السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسهلا بكم في درس جديد من دورة تعليم الفيو جي اس فريمورد لدينا هنا هذا الزر وهو عبارة عن زر يحتوي على قيمة صفر كما نلاحظ وفي حال تم الضغط عليه يتم الزيادة في كل مرة بقيمة واحد فلنعتبر أن هذه طريقة خاصة لإدخال الرقمات تم طلبها مثلا من قبل العميل يريد أن يكون لديه عبارة عن زر وفي كل مرة يضغط عليه يتم طبعا زيادة بقيمة واحد فسنفترض أننا نريد إنشاء هذا الزر عبارة عن component نريد إنشاءه كالcomponent لنتمكن من إعادة استخدامه أكثر من مرة لدي هنا هذا التطبيق الفارغ من الفيو جي اس وسأقوم بإنشاء الcomponent هنا نفترض أننا نريد تسمية هذا الcomponent بbutton counter فممكن أن أقوم بإستخدامه هنا في الأعلى قبل أن أبدأ بإنشاؤه فسأكتب إذن button dash counter ثم سأقوم بالإغلاق بهذه الطريقة الآن هنا في الأسفل سأقوم بكتابة view dot component وسأقوم بكتابة button counter بهذا الشكل الآن هنا نكتب فاصلة ثم نقوم بفتح هذا الأوبجيكت أولا سأقوم بإضافة template بهذا الشكل مثلا لدينا عبارة عن button و slash button وهنا سأقوم بطباعة أو قبل أن أبدأ أقوم بطباعة شيء سأقوم بإنشاء data طبعا ال data في components ستجب أن تكون function كما تعلمنا وتقوم بعمل return لأوبجيكت وهذا الأوبجيكت سأقوم بوضع مثلا counter مثلا عبارة عن صفر بهذا الشكل هنا في البطن سأقوم بطباعة بطباعة الكاونتر إذن في البداية سيحتوي على القيمة صفر الآن في حال انتقلت للمتصفح وضغطنا على زر التحديث نلاحظ أننا حصلنا على component كما نلاحظ سأنتقل إلى view tools لدينا إذن لدينا هنا root و في الأسفل لدينا إذن البطن كاونتر ونلاحظ لدينا القيمة صفر لكن طبعا حاليا في حال لغطنا لا يحدث شيء لذلك يجب علينا طبعا إضافة method هنا فسأقوم بكتابة فاصلة methods وفي هذه الحالة سنقوم بعمل this dot counter وزائد زائد بهذا الشكل الآن سنقوم باستدعاء هذه الدالة على هنا إذن في حال و dash أو ممكن أن نكتب الصيغة المختصرة نكتب add click وهنا سأضع function إذن في حال تم الضغط على هذا الزر سنستدعي function المسمى increment الآن سأنتقل للمتصفح وسأضغط على زر التحديث وفي حال قمت بالضغط هنا نلاحظ إذن counter يزيد قيمته بقيمة 1 في كل مرة نضغط عليه الآن إذن تأكلنا بنجاح من إنشاء component وطبعا بإمكاننا نسخ هذا component واستخدامه في أي مكان نريد وبإمكاننا إغلاقه بهذا الشكل وأصبح لدينا نوع من التغريف لهذا component وأصبح الكود نظيفا أكثر ومن الأسهل التعامل معه أيضا حتى في هذا تطبيق ممكن أن نستخدم هذا component أكثر من مرة ففي حال نضغط على زر التحديث نلاحظ كل شيء يعمل بشكل ناجح طبعا حاليا لا جديد حتى الآن مجرد مثال بسيط تطبيقي على ما تعلمنا سابقا ولكن الجديد أننا سنبدأ الآن باستخدام custom events لنقوم بتنبيه الأب بأن البطن هنا لدينا تم تغيير القيمة تم تغيير القيمة الموجودة بداخله طبعا هنا نحن قمنا بإنشاء هذا component الخاص بإدخال القيمة طبعا كما ذكرنا ولكن نحن بحاجة لتنبيه الأب لأن القيمة تغيرت طبعا لدينا إمكانية التعامل مع هذا التغير وسنشرح هذا في الدرس القادم إن شاء الله وبهذا الشكل نكون قاد وصلا هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى